أهلا بحضراتكم من جديد أكيد الفترة اللي جاي الكلام كله هاليا مباراة الدوري الآلي عنده مباراة مع الحرص دي مباراة مؤجلة من الدور الأول شوفوا فترة طويلة جدا كانت المباراة دي مؤجلة نتيجة انشغال الآلي بالمباراة الإفريقية ولكن على فكرة قبل ما أروح لفقرة الإسقايب لأنه عندنا كلام مهم جدا على السوشيال ميديا وتأثير السوشيال ميديا على فوز الأهلي بدور أبطال إفريقيا وإزاي فوز الأهلي بالبطولة كمان عمل رواق كبير جدا على السوشيال ميديا سواء في مصر أو حتى في المغرب في الفترة الأخيرة فيه ناس بتطلع تتكلم على موضوع التأجيلات بدون ما بتقرأ ويبدو أن فيه ناس عندها يعني إحساس أن هي لما بتقعد تتكلم على موضوع التأجيلات كتير هي كده بتشبع رغبتها أن هي على الأقل يعني أفسادة فرحة جمهاري الأهلي بالبطولة فيه ناس عندها الإحساس ده على فكرة والإحساس ده مستمر معهم لفترات طويلة جدا فيه كلام على فكرة أصل الأهلي اتأجله كتير وفيه كلام أصل الأهلي تم منحه راحات كتيرة جدا عشان يقدر ينافس على البطولة الإفريقية كل الكلام ده على فكرة كلام فاضي كلام فارغ كلام ده مش حقيقي فيه فرق كانت معنا في دورة أبطال إفريقيا السنة دي تحديدا الزمالك كانوا أخذ راحات ما بين مباريات في تونس أو في الجزائر والسودان ومع ذلك ما تأهلش وما كملش لأن اللايحة بتقول كده اللايحة بتقول عدد المباريات سواء داخل مصر أو خارج مصر تاخد الراحة أمتى وتلعب أمتى ولما توصل أدوار النهائية هل تلعب مباراة ما بين الزهاب والقياب ولا لأ اللوايح واضحة بس هي فيه ناس دايما تحب تحاول تفسد الفرحة فتاخدك في مجال آخر مالوش أي لازمة زي مثلا إنبارح كابتن حازم إمام خرج وتكلم على فكرة يا سلام لو لعبنا الدوري أثناء مشاركة المنتخب الوطني وقال لك ده الحج عامل لو عمل كده هيلاقي هجوم كبير جدا هو أساسا يا كابتن حازم وانت رجل مسؤول وبتتكلم على الجزئية دي لازم تبقى عارف إن موقف منتخب مصر غير موقف منتخب المغرب منتخب المغرب بيضم مين من لعابة نادي الوداد أو الرجاء أو نهضة بركان أو الجيش الملكي لكن منتخب مصر أنت أخذ تسعة لعابة من الأهل سيب لعابة الأهل ما عندش مشكلة ولعب في التصفات بتاعتك هل عندك عدد محترفين كافي إنك تلعب هذه المباريات والدوري شغل كابتن حازم أنت مسؤول في التحاد الكورة وعارف اللوايح كواس قوي هل أنت عندك مقدرة إنك تلعب مباريات الدوري وتسيب اللعيبة للفرق بتاعتها وتلعب الأجندة الرسمية بتاعتك لو عندك مقدرة اعمل ده لكن ما جيش تقول المنتخب يلعب واخد اللعيبة اللي موجودة في الأندية ولعب الدوري إزاي ده هيبقى دوري هل ده هيبقى دوري مش هيبقى دوري لأن انت ما عندكش في منتخبات أفريقيا زي ما بيحصل في منتخب مصر منتخب مصر مبني في الأساس على 70-80% من الهيكل الأساسي لفرق الأهل فلما تطلع تتكلم على فكرة تأجيل الدوري المتكرر ده لو فكرنا في مرة والحج عامر حسين عمل جدول الدوري أثناء مباراة المنتخب هيبقى فيه هجوم كبير عليه لا الكلام ده من الصح اعمل ده والمنتخب يعتمد على المحترفين فقط شوف انت سعيدتها نتائج المنتخب هتبقى ازاي من غير لعبة الأهل لكن عايز تفكر في ده وتاخد لعبة الأهل هيبقى منطق ازاي وهتبقى منافسة ازاي ومنافسة عادلة ازاي اتكلموا يا جماعة كلام منطقه عشان الناس تصدقكو لما بتسمعكو اتكلموا كلام منطقه عشان الناس تصدقكو لما تسمعكو فاز الاهل بالبطولة الافريقية طبقا لللوايح الاهل لم يتم مجملته في اي مباراة الاهل لم يتم تأجيل ليه اي مباراة بناء على طلبه عشان مشاركة افريقية الاهل التزم طبقا للجدول المقرر من لجنة الاندية او من ربطة الاندية والاهل التزم طبقا لللوايح في المباراة اثناء دور المجموعات او حتى اثناء الادوار النهائية واتذكر الاهل قبل ما يسافر جنوب افريقيا لعب مباراة قبلها ب72 ساعة لعب الخميس وسافر او لعب الاربع وسافر وكان عنده مباراة يوم السبت في جنوب افريقيا لو تتذكروا الاهل لم يتم مجملته ولكن فيه ناس دايما بتحب تشبع رغباتها ان هي تحاول تفسد فرحة الاهل باي بطولة فتاخدك في مجال اخر غير صحيح بحاول اختار بس المسميات عشان تبقى الانتقاد هنا انتقاد موضوعي ولكن بصراحة انتو تستحقوا اي ردود فعلي بتشوفها على السوشيال ميديا لان انتو دايما بتبقوا خارج النص